تنفيذاً لتوجيهة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعلن صندوق العمل تمكين عن استئناف برامج الدعم الرئيسية بشكل تدريجي وذلك عبر إعادة فتح باب تقديم واستقبال الطلبات في برنامج تطوير الأعمال بنسخته المستحدثة وذلك في إطار الجهود التي تقدمها تمكين لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير الثروة البشرية ومن المقرر أن يعاد فتح باب التقديم ضمن برنامج تطوير الأعمال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري وذلك بعد إجراء بعض التحديثات التي من شأنها تعزيز نمو واستدامة المؤسسات بما يسهم في مضاعفة الأثر المستدام من البرامج المطروحة وفي هذا السياق أكد معالي الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين أن التحسينات التي تم إدخالها على برامج الدعم جاءت في نطاق الأطر الاستراتيجية التي أعلنتها تمكين في منتداها التشاوري الأخير والتي أكدت على ضرورة إطفاء المزيد من المرونة على الدعم والارتقاء بمستوى أداء الخدمات وتشجيع المؤسسات على تبني المزيد من الحلول الرقمية والمبتكرة لتحقيق المزيد من التوسع والاستدامة وأضف معالي أن أبرز التحسينات الجديدة ضمن البرنامج تتضمن تركيز الدعم للمؤسسات التي تعمل على مواكبة المتغيرات الحالية من جانبه أكد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لسدنوق العمل تمكين أن التحديثات التي شهدتها البرامج ستركز على الفعالية والاستدامة في جميع القطاعات بما يشمل المؤسسات متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى السجلات الافتراضية حيث يمكن لأصحاب هذه السجلات الاستفادة من المناح المالي المخصص لدعم الأجور إضافة إلى أمكانيات تقدم المؤسسات بطلب الخدمات من هذه السجلات ضمن برنامج تطوير الأعمال باعتبارهم مزودين للخدمة